الملك المفدّة الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان بمناسبة زيارته للمملكة للمشاركة في اجتماع الدورة السابعة لللجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة وتمنياته الطيبة للمملكة وشعبها بدوام الرخاء والازدهار ورحب صاحب الجلالة بوزير الخارجية العماني وكلفه بنقل تحياته لجلالة سلطان عمان وخالصي تمنياته للشعب العماني الشقيق بالمزيد من التقدم والتطور كما أشاد جلالته بالدور الكبير والبناء الذي اطلع به صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في تطوير علاقات البلدين المتميزة وبالإنجازات التنووية البارزة التي تشهدها السلطنة بقيادة جلالته ونوها جلالته بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات البحرينية العمانية والتي تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المشترك على تطويرها وترسيخ دعائمها وأثناء حفظه الله الرعا على النتائج المثمرة لاجتماع اللجنة الوزارية البحرينية العمانية المشتركة مما سيسم في تعزيز مسارات التعاون والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقيق تطلعات شعبيهم الشقيقين وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خصوصا مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة من جانبه أعرب معالي وزير خارجية سلطنة عمان عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة واعتزازه بجهود جلالته لتوطيد الروابط الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان مؤكدا أن العلاقات البحرينية العمانية تمتاز بالرسوخ والنمو والتطور وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي وخدمة المصالح المشتركة ترجمة نانسي قنقر